طيب احنا بعدين من المره الماضيه انه احنا هنحكي على تيكست توكنيزيشن او انه احنا كيف نعمل بروسسينج لتيكست واخدنا الريجولار تمام وشوفنا انه اخدنا فاصل انه احنا اخدنا كيف ممكن نستكشف الكوربورا بالبيثون انه انه ممكن تحمل الفايل تبع الديتا سيت كيف انه انه انت قطعها لك كلمات واشتغلنا على الورد كاونت انه شوفنا ايش الموست فريقونت وفعليا من يعني انه شو بتعني انه الموست فريقونت وكذلك الليست فريقونت وورد او الكلمات الاقل تكرارا او الهيباكس انه هي فعليا شو بتعني تمام وكان في عندكم اسايمنت الاسايمنت هدا بس مجرد انه هو براكتس كيف انه 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 يعني تحمل ديتا سيت وتطبق عليها مفهوم الريجولايزاشن او النورماليزاشن عفوا النورماليزاشن طبعا طبيعة الحال انه الديتا سيت طبيعتها اخبار اللي حيزبط معاك او اللي بيستدعي انه انه انت تنفذه هو فقط انه ان انت تفصل الاقلال الهيبان انه انه ان انت تضيفها وانت العام ارزيئام وارجيتكم اياها اخر محاطرة الماضية سي Muslim عندك حركات مثلا انه انت تشيلها. لكن مثلا تكرار الحروف اذا كان في عندك تكرار للحروف مفيش داعي انه انت تعملها لانه بطبيعة الحال انه هاي اخبار مفيش انتو في عندك تكرار في الحروف. اذا انت كنت بتشترع على textual data من social network ساعتها انه ضروري جدا انه انت تعمل normalization للتكست وتشيل التكرار عندك في الاحراف. تمام? فالواجب انه هو مفيش فيه اشي يعني انه وجرد انه انت بتعمل practice اكتر على هذا الموضوع. فبالتالي ال regular expression احنا حكينا في الملخص انه regular expression كتير مهمة في اي عملية في text processing تمام? فيه كانت جزئية متعلقة بالerror اللي هي متعلقة انه احنا في عندي type A وtype type 1 وtype 2 هذا بيركز على false positive وهذا بيركز على false negative وانه احنا بدنا نزود accuracy والprecision وفي نفس الوقت بدنا نزود coverage او recall لانه احنا بدنا هنا نعمل على ال minimized لل false positive وهنا على ال false negative. خلي هاتي نأجيلها لوقتها انه احنا نحكي على ال error كيف انه احنا ناخد task معينة. وبنشوف ايش هي المعادلات لل error. فبالتالي انه بتصير meaningful. شو بيعني precision شو يعني recall. وشو معلات accuracy. تمام اليوم احنا بدنا نكمل يعني خلصنا regular expression. وبدنا نكمل في ال word tokenization. تمام? ال word tokenization هو تقطيع الكلمات. عدد كلمات. المحن عدد كلمات على ال open tokenization. وفيا عندك المحنوط واستخدام. يعني على سبيل المثال انه احنا بدأت تحتاج هذه الشغلة برضو في موضوع النورماليزيشن. موضوع تنمية النص. تنمية النص هي توحيد الكلمات. بحيث انه يصير في عندك ماتش فبالتالي الكاونت زي ما شوفنا المرة الماضية انه بيفرق فمدام الكاونت بيفرق اكيد بطبيعة الحالة الماتش في حال انه انت بتعمل سيرش اكيد بيفرق معك في الموضوع طيب فالان كيف انه اعمل تقطيع لحدود الكلمة تمام وكيف انه اعملها نورماليزيشن تمام وممكن انه اشتغل على مستوى الجمل كيف انه انا ممكن اعمل تقطيع لجملة معينة هل الجملة انه هي بتنتهي بـ slash and new line ولا period اللي هي عبارة عن نقطة ولا شو بالظبط زي ما حسنا الزي ما عندك فيه عشرة زي ما فيه الزي ما مستوى زي ما فيه الزي ما فيه عشرة بارد 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 كذلك يمكن أن يدخل في التقطيع عندي شغلات لها علاقة بالسبيش مثل الفيلت بوزيز أو الفراغمت يعني على سبيل مثلا أنا قاعد بحكي الآن وممكن أحكي عمل أو ممكن عمل هذه ممكن أن تدخل عندي مطالب أن أعملها توقفها هذه نسميها اسمها فيلرس تمام؟ يكون صوتك مشحط أو زورك مشحط عشان أنه يصفى معاك الصوت أو أنه يتكوح أو أي شيء من هذا القبيل طيب حقية الـ word variation أنه أنا عندي هنا cat و cats تمام؟ إنه سوزيز cat and the hat is different from other cats وفي علامة تعجب فبالتالي إنه هدول التنين يفترض إنه هما نفس التر ملكن إنهم سياغ مختلفة فبالتالي في التقطيع كيف رح يكون الموضوع تمام؟ فالكات والكاتس لهم نفس الليمة تمام؟ الليمة ممكن تعتبرها إنه نفس الجدر له لا الجدر يعني لأنه الموضوع الليمة اللي هو نفس أصل الكلمة يعني إنه نفس نفس المصدر نفس مش نفس المصدر موسيقى طيب ليش أنا بحكي لك إنه الجدر بنفاعش؟ الجدر إحنا عنا في العربي فقط لكن الـ stem إلها نفس الجدع ممكن نعتبر إنه هذا مستوى مختلف في اللغات لأنه فيه جدل كتير كبير إنه مثلا في العربية بيجي بحكي لك إنه نحن عمنا نطبق stemming وهذا الكلام أكيد مر عليكم في الـ text mining المفهوم لـ stemming إنه أنت تحول الكلمة لجدرها هو فعليا هذا لغويا خطأ إنه أنت تحكي عنه إنه هو stemming فبالتالي إنه أنت ممكن إنه أنت تعرف المستويات أنت عندك في العربية إنه أنت ممكن تعمل routing routing إنه أنت ترجع الكلمة لجدرها وفيه أنت عندك stem أو stemming هذا أنت عندك في الإنجليزية إنه أنت ترجع الكلمة لأصلها لكن إحنا في العربية إنه تجديع الكلمة إنه ما فيش حاجة إنه عنا اسمها تجديع ولكن في عنا حاجة اسمها light كيف كيف prefixes light stemming كيف ترجع الكلمة لنها اسمها فالأصل كيف نوع كيف صحيح كيف 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 روتنك مبقى بتحكي السافر لو بدك تطبق روتنك بتصير السفر لكن في الانجليزي انه انت عندك travelers فبالتالي اللي ما تبحى انه travel نعم لاحظ انه انت عندك كذلك انه انت عندك الفاولز انت عندك في نهاية الكلمة برضو بشيلها يعني على سبيل المثال انه space انه تبحى بتصير space هذه فاولز انه انت فعليا حرف انه فبالتالي هي عبارة عن زيادة الاحرف يعني ازالة الاحرف الزائدة وهنا اعتبر الفاول احرف زائدة عن الكلمة لكن اللي ما هي عبارة عن اصل الكلمة فبالتالي انه كل الانفلكشنز كل التصريفات بتطلع منها فبالتالي انا عندي هاي التصريف هذا المفرد cat فبالتالي انت ممكن يصير في عندك cats الجمع تمام انت عندك هذه مفرد وجمع هذه ليش فرب انه انت تطبق عليها انفلكشنز تانية بهذا الشكل تمام يبقى اللي ما انه الكلمات بيكون في الها نفس نفس part of speech تمام نفس part of speech انه احنا لو نطبق يعني انه الcat والcats والcat انه لو شلنا الاس بتصير نفس الليمة نفس part of speech والاهم نفس الstem تنبع من نفس المصدر هاي معنة هذا الكلام خلي بالك انا مقصوليش هنا بالمصدر الانفينيتيب عشان انه تكون ما ياخد بالك نعم 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 اللغة العربية اللغة العربية هو في خلاف الليتريتشر في الليتريتشر انت في عندك مستويات في عندك مستوى انه انه انت عندك هذا بيسموه لو حكينا مثلا لايتستيمينج للأسف هذا بيسموه لايتستيمينج تمام وهذا بيسموه استيمينج لكن تثمية استيمينج انا في وجهة نظري انه مش صحيحة فبالتالي يفترض انه تكون روتينج لانه استيمينج هي ازالة احرف زائدة تمام لكنه انت فعليا انه انت بترجعه لجذر الكلمة لاصل الكلمة بالضبط بالضبط هذا الكلام برضو انه احنا هنشوفه هنا على قدام انه احنا يعني يعني لانجوش اشيوز انه انت عندك في الصينية الوضع باختلف تمام وعندك في في الفرنسية الفرنسية وين الفرنسية هنا في الفرنسية انت عندك هاي الابوستروف او الكومة هذه عبارة عن بارت من الكلمة يعني جزء من الكلمة مش مجرد انه انت بتتعامل معها انه هي كومة انه انت ممكن انه انت تشيلها ففعليا البروستينج في الفرنسية بيختلف عن العربية فبالتالي هنا ضفلها ديفينت ارتكل لونسومل وهنا السينجولر انت عندك اول حرف فاول فبالتالي لازم ان انت تضيف هذه وهذه عبارة عن جزء من الكلمة انه انت عندك هنا هاي وهي وهي هي عبارة عن ديفينت ارتكل بالفرنسية وتختلف حسب الكلمة اللي بتيجي وراها لو كانت انه تبدأ بفاول او لا تمام فهي الشغلة انه انه انت تخلي بالك منها لانه انت في بعض المشاريع انا بالمناسبة انا بالمناسبة هتجتلكم في الوصفة كل ما لاقي انه مشروع انه مثير للاهتمام بحطلكم اياه من ضمن المشاريع المقترحة فبالتالي انت ممكن تختار وتنقي من الان وتبدأ تشتل على المشاريع هاي المشاريع هاي موجودة على كاغل او على ممكن تشتل على الكولاب حيكون في عنا سيشن لما يكون في عنا اتصال بالانترنت انه انه نشتل على كاغل او كاغل او ارجي كيف انه انت تشتل عليه فبالتالي في بتلاقي بعض الشغلات انه مطبقة انت عندك على لغة معينة فما تجيش انه انت تطبقها زي ما هي بدون فهم لا لانه كل لغة بيختلف البروسيسنج تبعها عن اللغة التانية كمام بهم 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 اتبعوا انت تطلع على السياق الجملة انه انت عندك في السياق انه 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 بتقدر تخمن انه هاي عبارة عن البارتو سبيش تبعها عبارة عن ولا عبارة عن ناون انه انت بتقصد ذهب ولا ذهب راح يعني ولا ذهب اللي هي تمام فعندنا مصطلحين اللي هو الورد فور واللي ما الورد فور بيكون انت عندك الكلمة في بسياغتها اللي هي الانفلكتد فور الانفلكشن معناها التصريف خلي بالك من المصطلح هذا انتو بتمر عليكم مصطلحات جديدة فبالتالي انو خلاص المصطلح بالنسبة للكم لازم انو انت تكون فاميلر معا فلما اجي انا اعد الكلمات شو بدي اعد ممكن انا اجي اطلب منك في مسألة معينة انو انت تعد اللي ما او انت تعد الورد فور فبالتالي البروسيسنج لكل مستوى بيختلف والورد كاونت بيختلف تمام فانت بتصير عارف شو هي اللي ما وشو هي الورد فور طيب في عندي حاجة اسمها التيب وفي انا عندي توكن الطيب هذا المصطلح انو هو عبارة عن الالمنت تبع الفوكابراري انو عندي في التكست تمام والتوكن هو عبارة عن انستانس من هذا الطيب في التكست تمام في معنى اخر احنا ممكن نيجي نقول انو انا في عندي خمسة عشر توكن عندهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عدتهم بغض النظر عن انو الكلمة مرت علينا سابقا او لا يعني على سبيل المثال طلعلي على انت انت وانت 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 كمان مرة هايها فبالتالي انت عندك التيب بتجل اتنين فبالتالي انت عندك تلاتة عشر تايب تمام طيب لو عملت لهم نورماليزيشن لان انت ممكن يكون عندك الذا وانت كبتال واذا سمول زي هيج فبالتالي انو الكاون تباحهم باختلف فالن هذا داما بنشير اله بمصطلح اسمه ان وهذا V فبالتالي زي ما هم وضح في السلايد التالية انو الان هو عبارة عن number of tokens نعرف ووالي هو الوكابلالي هو عبارة عن set تبعه تبعه تمام شوف لي على سبيل مثال بعض الكوربورا انو ايش الان فيها وايش ال v طبعا هاي من الشغلات الي احنا بننظرها انو انت تاخد قرار تشترى على text هاي او لا انو والله فيها عدد كلمات كافي او لا او الفكاب داري فيها متنوع او لا. يعني على سبيل المثال انت في عندك كوربوس هي عبارة عن phone conversations. فكر فيها انه انت لما تجي تحكي مكالمة ايش المصطلحات او المفردات اللي انت ممكن تستخدمها. في ناس بتحكي قصص على التليفون. وفي ناس انه انت وين انا هيني انا هيني جايك و تمام. فبالتالي اكم توكن تحتوي على 2.4 مليون تمام. وبتحتوي على 20 الف. بينما شكسبير مختلف تماما عن الفون conversation. هي عبارة عن play. play مسرحية. تمام. فبالتالي التوكنز فيها محدودة انه انت عندك 884 الف. تمام. عدد التوكنز. والفوكاب داري 31 الف. بينما انت عندك google anagrams. انت عندك تريليون توكنز. تمام. هذه الكوربوس انت ممكن تشتغل عليها يعني على الكولاب. وهذه عدد الفي عندك 14 مليون. طيب نجي نطبق الكلام هذا عمليا. انه خليني اعمل. انت عندك. اعمل. سوف افعل ال environment. سوف اعمل. سوف اعمل. سوف اعمل. سوف اعمل. سوف اعمل. فأعمل. اعمل. وكانجي نطبق. هاد اخر واحد و بدنا نعمل نوتبوك جديد نسميه توكينز و كاب نأخذ نفس مسارات الملفات نأخذ نفس دلة تحميل الكوربوس فبالتالي هنا ممكن نحن نحملهم كلهم نعملهم لوت نعمل 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 ملفت أخبار كون رأس نقاتل أنت لا حضرتنا محاضرة لمواتي كشفت حالة سلامتك سلامتك وما يقولون أنت كلما تسجل ماسطر ستصبح شيئا حمد الحمد لله لكن أنا لم أكن أقوم بعمل لنك بين الاسم والشكل حسنًا 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 رأيي هنا الجزيرة هي انقطعة على كلمات حسنًا لأنه نحن نعمل هنا read و split بدون normalization طبعًا فأنت فعلاً كيف تجيب ال vocabulary فبالتالي إنه لن لل GSC فبالتالي يجيب لك ال vocab عفواً يجيب ال tokens نعم هي في عندك حوالي 597 ألف كلمة طب وال vocabulary ممكن أنت عندك في Python في عندك كليكشن اسمها ست أنا حكيتش عنها هاي إجا وقتها الست هي فعلياً عبارة عن مجموعة من العناصر بدون ما يكون فيها تكرار بالضبط يعني عشان إنه إنت يكون في عندك فكرة عن الست إنه زي هيك فممكن تحكي إنه A B هاي كمان مرة A أنت بيقبل هذا الكلام في اللست عندك ولكن في الست نعمل لك نعمل لك وخلي بعلك قوات لخبط بينها وبين الدكشنوري نفس الأقواس تبعات الدكشنوري لكن الدكشنوري عندك key و value أما إنها عندك elements بس إنه مجرد elements لا key ولا value تمام؟ فبالتالي ممكن إنه إنت تاخد تعمل ست للجي أسي طبعا بطبيعة الحال إن نقدرش نعمل اللين لإلها ممكن نعمل اللين خلينا نجرب A بنفع فبالتالي هنا أنا عندي المفردات المستخدمة في الجزيرة 33 ألف تمام؟ وفيها 500 ألف كلمة نعم نعم قارن هذا الكلام مع CNN نعم iderman هنا 33 ألفOO تمام الفكابر انا عندي اكتر تمامه هنا انا عندي 350 الف مفردة فبالتالي هنا فيه تنوى للمفردات اكتر انا حابب ايش اسوي انه بدلا ما احنا نعمل بالطريقة هذي ممكن انه ايش نسوي نرتب الموضوع اكتر نعمل corpora بتساوي هذا الكلام GSC CNN Euro RT EBC list of corpora او بالاحرى خلينا نعملها dictionary فبالتالي انت عندك الكي بيكون اسم الكوربوس والفاليو هي عبارة عن لستة الكلمات وهنا انا عندي ايك الموضوع ارتب فبالتالي انا 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 ضع تنحن تمام ساعة اطبع معلومات انه كثير انه مفيدة ف فور فور كوربوس نيم كوربوس ان كوربورا دوت ايتم ترجع لك الكي والفاليو ساعتها بعمل برينت فوربوس وهنا هنضع النام وبعضيها سلاش تي توكنز توكنز لاحظ انا مصمتهم مش كلمات في فرق كتير كبير بين التوكنز والكلمات التوكن قد لا يكون كلمة قد يكون قد يكون هاشتاك قد يكون حرف فبالتالي احنا التقطير على اساس توكنز فبالتالي بنا نعدد توكنز زي هيك وبعضيها سلاش تي بنحط الفوكاب وهنا ايش لابد دونت فورمات ايش نعطي له كوربوس كوربوس هذه تبعت الفورمات وهذه تبعت البرينت فالقومة هتكون هنا لا يفترض يطلع نفس المستوى الجزيرة تسعة وخمسين الف او خمسمية الف هنا ترتمية وخمسين هنا اربعمية وخمسين هنا متين وستة وثمانين هنا متين او ثمانمية وواحد وخمسين مين اكتر كوربوس فيها كلمات اكتر مين امرا بي الرـT الرـT أيوة انت عندك زيادة بسيطة زيادة المرحة طبيعة الديان موجودة فيها انو كتير يعني كتيرة فادد الديان هذي انت ممكن نجيبها يا ما والله الهيد انو بفيش المؤمنين فممكن نعمل WC-L لا أي حاجة فبعمل لك إياهم فأنت عندك عدد الأسطر في RT 33 أو 334 ألف هي الأعلىهم يعني فيها أخبار أكتر بطبيعة الحال بعدها بيجي عندك الجزيرة أو بعدها بيجي عندك هذا إنجليزي تمام هذو اللي تنين إنجليزي تمام طبعا هذا النص النص له شيكسبير تمام وهذا نص تاني كذلك أنه يستخدم في الـ NLP كبراكتس يعني فأجبت لكم حاطت لكم إياه في المستودع فبطبيعة الحال أنه RT فيها أخبار أكتر فبالتالي إنه طبيعي إنه يكون فيها عندك عدد كلمات أكتر تمام طيب لو إحنا استثنين RT يجينا شوفنا مين في عندي بعد هيك أنا في عندي البي بي سي فيها كلمات أكتر تمام بعضيها الجزيرة بعضيها السيانان لا عينها 350 ونها 500 بعضيها الجزيرة وبعضيها السيانان بعضيها اليورو أفون وبعضيها السيانان لكن لو إجيت أنت الفوكابلاري هنا يا جماعة نحن نعملش برزنتيجن لأرقام وأنه بس أنه مجرد تطلع عليها وإذا كنت تشوفها من ناحية الانجوستيكس أنه شو بتعني هذه الأرقام مين أنت عندك أعلى الفوكابلاري لو استدنا RT RT بتاكت تعتبرها حالة استثنائية لأنه عدد الأخبار اللي فيها عدد اللي فيها أكتر بكتير تمام فبالتالي البي بي سي أنت عندك الفوكابلاري تبحها أعلى إشي هذا شو بديل أنه أنت في عندك تنوع في الكلمات أكتر بكتير في البي بي سي من بقية الكوربورا هل أنت في سياسة معتنى يعني تعمد أن الكلمات سيتمواش أكتر ونرق تفس المطال أنت في أسلوب أسلوب style في الكتابة أنه أنت لما تيجي تكتب تمام فبالتالي أنه فبضل ما تضلك تكرر نفس الكلمات تكرر نفس الكلمات فممكن تستخدم مراضفات لأنه كيف؟ 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 مش فيها مبسؤالك؟ ممكن هنا بلتوكس أكتر بلتوكس أكتر أنا حكيت أنه إحنا الـ RT استطنناها طلع لي على البقية تمام أنه أنت عندك حوالين بعض خمسمية ثلاثمية أربعمية هادي استطنناها ثمانمية تمام فهذه فيها عدد كلمات أكتر عدد الـ Lines في الجزيرة كديش؟ في الـ BBC عفوا في الـ BBC أنت عندك أربعة و تسعين ألف تمام الجزيرة فيها عندك لسه أكتر أكتر منها أخضر لكن طبيعة النصوص اللي موجودة هنا مختلفة عن النصوص اللي موجودة هنا تمام هاي الشغلات برضو ممكن أنه أنت تستخدمها مع الـ Authors هذه شغلة كتير مميزة لو أنت جمعت تجميعات للكتب اللي كتبها Author معين وتيجي أنت تشوف أنه تنوع الفوكابر اللي بيستخدمه بتضي لك انطباع أنه كديش الـ Author هذا في عنده بنك من الفوكابر إن صح التعبير ولو قرنته مع Author تاني بيستخدم له حافظ له ثلاث أربع كلمات تمام وبيضلوا أنه يكرر فيها لا فيه اختلاف كتير كبير تمام وهذه الشغلة أنت ممكن تسويها بسهولة جدا أنه أنت عندك في المكتبة الشاملة أنه أنت ممكن تاخد تصدير للكلمات هذه هذا التكست وتجيب حسب Author معين وتيجي تعمل الدراسة هذه وهذه برضو ممكن تعتبرها حضيف لك إياها في الـ List أنه أنت تعتبرها واحدة من الـ Projects اللي أنت ممكن تشتغل عليها أنه أنت تتحلل الكتب لأوثر معين مش هيكون بس الفوكابري عنا في الموضوع وحيكون في عنا أشياء تانية لسا حتميّن معنا فبتكون أنه أنت فعليا بتحصل على حقائق الحقائق هذه أنه مثيرة للاهتمام تمام طيب ممكن أنه أتفضل هل يمكن أن تزلل الـ World Camps لماذا ترتفع عن التوكين لماذا ترتفع عن الـ World Camps هل هل الـ World Camps أنا أعطيت الـ World Camps بسهل التوكين هل يستخدم لو أنت يتكلم يعني الـ World Camps كلمات لنما كلمات كلمات في الـ World Camps عقق القلمات بعد نسبة ترضي بعد نسبة تريد تريد نسبة هذا يمكن أن كلام هذا يمكن أن تتحدث أن الضوء نعم نعم. بالضبط. ممكن انه انت تيجي برضو تعيد تنوع الكلمات انه انت تعمل تنميط. تشوف كمقدار الاشياء هذي انت بتختلف معاك. تمام. فبالتالي هنا انه يعني انا بورجي لك التكنيك كيف الطريقة انه انت تحسب هاي الاشياء. لانه الاشياء هاي موري لك اياها هنا في السلايد. كيف مورجي لك اياها. انه مورجي لك اياها انه انت ممكن تسويها بالكوماند. باللينكس كوماند. وهذه انا هطبقلك اياها هنا انه انت تشوفه بنفسك تمام. بس انا عارف انه هذي الامكانية مش متوفرة. يعني عند البعض عندكم. فبالتالي بدك تروح تستخدم البايثون. كيف ممكن تسوي هاي الشغلات بالبايثون. ممكن تسويها بالطريقة هاي. تمام. بس المهم مش انه انه انت تكتب كود ويطلع على ارقام انه انه انت تشوف دلالة هذا الارقام. انه انه انت التحليل تبع هاي الارقام. هذا هو المطلوب. انت ممكن انه الارقام هاي تخليها ريدابل عندك اكتر. انه على سبيل المثال. نروح نقسم هاي. على الف. تمام. وهاي برضو. على الف. طبعا احنا بهمنا في الموضوع انه بدناش تفلوت. فممكن تاخد انتجر. وهنا انتجر. زي هيك. وساعتها هنا بتقدر تقول انه توكنز كذا كيلو. وهنا كيلو. هذا تساوي. هذه تسكيلة الارقام. كيف مزبوط أكمل وي الفوكاب مزبوط 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 أكثر أتينا يتSmith فهلا فهي تقدم أكثر حותר طلع لأكثر فبالتالي بتنتقل من الكي للأم طب انت في عندك في linux command اسمها TR TR يعني translate بعملك translation للتكست تمام والtranslation اللي بعملك هي انه تطلب منه انه على سبيل المثال هدا catlab file وبتعمل هنا pipe وبتعمل TR انه انت بدك az small والaz capital as a range تمام هدا الاوتوبت تبع الفايل بهذا الشكل and lower case two sets تمام هنا انت ممكن تطلب برضو نفس الكلام هذا الكلام بدلا ما تعمله زي هيك ممكن تعمله زي هيك فبالتالي هنا lower و upper فبتلع معاك تنتين يفترض كيف from two from two from two نعم from two from two from two نعم from two نعم from two نعم from two اه فهمت عليك انه هنا بعمل translation من lower case ل upper case وهنا اي حاجة انه عندك az small بعملها translation لاز capital لهذا الشكل فبالتالي هذا النص انت عندك capital وهذا small انت عندك هنا الترانسلاشن az small حوالي اياه لاز capital فبالتالي هذا السطر صار هايه capital وهنا نفس الفكرة انه من lower حوالي اياه ل upper هايه هنا مطلوب انه انت تعمل translation كل space انت بتلاقيه حوالي اياه ل slash t فبالتالي هنا بالظبط ل spaces eco لهذا النص وصارت انت عندك ل spaces لا شكرا لا هذه مجرد أن تستخدمها تستخدمها تحويل كذا لكذا وهذه الشغلة وردتكم إياها المرة الماضية هنا هناك آخر تمام هنا عندي في regular expression فبالتالي هنا لو سمحت لأن كل ما تلاقي حاجة تستبدلها بحاجة فمثلا كل ما تلاقي upper case تستبدلها ب lower case أو كل ما تلاقي مثلا space تستبدله ب tab بهذا الشكل نعم هذه هذه نعم 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 بارد نعم بارد نعم نعم يعني على سبيل المثال يعني لو انت عندك على سبيل المثال انو انت عندك دمب تبع المالبوكس تبعك فبالتالي انت بكون في عندك في الهيدر زي هيك انو هاي الايميل طبعا هذا النص اللي انا هدور فيه وحين اكتبتو الهيدر الثم بالتضرى شكرا على انتبار المترجم للقناة خارج مستخدم أقوم بعمل وضع مستخدم أيضا لا تقوم بعمل وضع وضع مستخدم وضع مستخدم اجد فضع مستخدم لأن هنا infomer وضع مستخدم أنت تقول ما أكمل ما فصلتش . domain sub domain كذا كذا كذا. فمنرجع لسؤالك. الأقواس هاي لإيش. انه عندك هاي يجعب لك المارش هذا كله زيك. بدي شي يا كل. إيش بدك؟ بدي ال domain. ففتروح وتقول له. تمام؟ فخليني أكررلك إياها هنا عشان برضو تضلها مسجلة عندك. في النوت بوك انه هاي الفرق بين هاي وبين هديك. انه هاي بترجع لك الإيميل كله كامل. وهاي بترجع لك. الدومين. ممكن. صحيح. تمام؟ تعمل ماتش على الإيميل كله. بديش الإيميل كله. بديش الإيميل كله. جيب للدومين. ونفس الإشي لو انت بدك تقول انه هاتلي الوزرنام. تمام؟ تمام؟ تمام. يبتع السكوريتي. اه. 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 طيب. حيث انتباع أي كوربوس فيها تنوع في المفردات أكثر. يعني التنوع في المفردات هذه. واحدة من الكاركتوريستيك. تبعة الكوربوس. او الخاصات تبعة الكوربوس. اللي كتير مهمة. تمام؟ طيب. طيب. ايش بيسوي هنا. وبعمل الترانسليشن. بعمل الترانسليشن. كل ما تلاقي C معناها الكومبليمنت. معناها عكس هذا الكلام. اي حاجة غير الزد. 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 وهنا انت عندك ريد. الانبوت. من هذا الفايل. فبالتالي كل الاسبائس. رح تتحول انت عندك ل. الزد. فبالتالي فيصير في عندك. لست. طوكين. صح صحيح. لست. طوكين. تمام؟ طوكين. 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 rond. ينفع اليمينكس. أن تستعرف ان الممكن تسلم من قصة من قصة على قصة baik. تمام فبتصير الاوت والتبع كماند معين هو انبوت للكماند اللي وراه فانت عندك كماند ظريفة لطيفة اسمها الصورت فاللستة هذي بتروح تعملها الصورت تمام وبعد هيك الصورت هذا بيجيب لك الكلمات هاي انه فيها تكرار فبالتالي ممكن انت تشيل التكرار كيف بهذا الكماند الظريف برضو بايف نفس الفكرة تمام فبالتالي بيكون عندك الناتج شغلة جايك انه هذا التوكن هاي تقوم بتكرار تبعه لانه هنا في اليونيك انت اغطيت له ميناسي ميناسي كاونت تمام هنا الكاونت توكن كاونت توكن بادي شكل فبالتالي بكوماند واحدة اللي انت بتسويه بالبيثون قدرت انه انت بتسويه بكوماند واحدة احيانا في بعض الاحيان انه بقنعك انه انت تعمل سويتش على لينكس يعني في بعض الاحيان انه انت الكود هذا ممكن انه انت تكسب احصل تكتبه في البيثون بالزبط تاخد في الترمينال تك واحدة بتروح بيجيب لكيه تمام مش مطلوب منكم لا مش مطلوب منكم بس انه يعني يفضل انه انت تعمل سويتش على لينكس لانه اه اه انا لا احصل على ليندوز مستخدم ها انا اقجب ليندوز اوك اه 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 اكد ليندوز ها شغلة اعني يعني هاي الشغلة ارفيرسبول انه حتصلي سيطر الباح في قلب عليك الصعب يرجع تانى ليندوز المترجم للتدريج اضاف لهم بايب هى الصورت هى ايه 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 بطبيعة الحال هد عشان الملف هذا كتير كبير هتعمل سكرول كتير عشان فانت بتختصر الموضوع انه يجيب لي اول عشر اسطر من الناتج تمام بعد الصورت تعمل بتعمل بالضبط تشيل الـ Duplicates بالـ Unique و تجيب الـ Count فبالتالي تطلع لك الناتج بهاي الكافية فبالتالي فعلياً مزاريف صعب؟ تقريباً مباشرة تقريباً حسب الـ Normalization مثال تكست توقف companies ، 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 يمكن أن تقوم بشكل كذلك إذا كنت قلت له A, Z, Capital و Small غيرهم تحولون إلى Slash N فصار أن هذه صارت Slash N يمكن أن تقوم بشكل كذلك I had I had I had A, Z I had A, Z A, Z A, Z A, Z A, Z Z Z Z هذا صورت للكاونت ولكن هذا يجيب لي طيب على قضية في عندك تكرارات كثيرة من هالنوع فبالتالي هدا بيثير قضية انه انت في عندك الاس ممكن يصير فيها نفس الكلام فبالتالي هنا وعندك السياغ المختلفة لها فيلاند فيلاندس فيلاندس بالابوستروف بدنا حل في التوكونايزيش وفي عندك هنا what are i am isn't وهي السياغ تبعتهم الثانية زي هيك hp او hewlett-buckert او hewlett-buckert بهذه الطريقة بداش او بدون داش state of the art بالعادة تكتب بداش زي هيك تمام؟ نادرا ما انه انت تلاقيها زي هيك ولكن قد تكون انه هي موجودة الثانية الشخص الثانية بطلندس كلمة لو ستجنها زي هيك لا تابعتهم عن cohesive は حährt عليها تمام وهنا نفس الاشي بالضبط طيب يفترض طيب واحد ففي كتير فيه فيه كيف 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 ك видно كيف وخ placebo كيف 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 هل تضعها في لست؟ لا هل تضعها في لست؟ بس هادر ايشي بس هادر ايشي بس هادر ايشي لا الكفراج تبع اللست اللي انت هتعملها يستحيل انه هو يغطي يعني الكوربوس متوسطة فبالتالي بتصير انت بتشتغلش بتشتغلش يعني انت بتشتغل ضد ال NLP شغل مانيوال فبالتالي الحل انه انت ممكن تستخدم انه انه مثلا شغلات زي هيك انه هذه تعملها Annotation انه هي عبارة عن One Token وهي عبارة عن Named Entity انه هي City زي دير البلح وزي تاج محل فبالتالي انه خلاص بتاخد قرار انه كل ال Named Entity بتاخدها زي ما هي Token هذا ايشي automatic قبل النormalization قبل النormalization وزي هيك انه انت خلاص بتستثني كل هدول بتاخدهم Token واحد لوحده يعني هل انت تكون عملي ذلك؟ بالضبط بالضبط اما يكون في عندك list انه انت تطلع فيها هتعاني من مشكلة ال coverage التغطية طبعتها هتكون غير محدودة هتكون محدودة هتكون محدودة تمام؟ طيب 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 ام طيب انا ارنى لسي واحد طيب اخر موظفي شركة الحياة للتأمين فبالتالي هذا اسم مركب طلاب الفصلي بسر الهاش سيجمنتيشن في الألماني تمام؟ في الفرنسية أنت لازم تحافظ على هذا لازم تخليه لأنها جزء من اللغة لغات الثانية ممكن أن تخطر في بالك نحن نحن لدينا دعوة في هذا الكلام صح؟ كيف؟ فقط العرب بزبطا 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 صحيح كل الناس تقعون اللغات تبعتهم اكتف إلا تقعون العربية كاسلانين أسستقر فيها مساحة معلية للشغل نعم مساحة كثيرة للشغل تمام؟ عدا ذلك أنه أن تكون المطلوب منك ممكن أن تكون مالتي لنجوية أن أنت تستطيع على عدة لغات مثل المشيين ترانسليشن تطلب منك تحضير تعمل الـ pre-processing للتكست على الـ source والـ target languages تعمل عربي، اسباني، انجليزي، عربي فبالتالي تكون عندك معرفة بهذه الشغلات عشان انه انت تقدر كيف انه انت تتعامل معها المشكلة في الصينية واليابانية انه انت في عندك بعض الاحرف هي عبارة عن كلمة لانه هي عندها زي رسومات مش يعني هاي انت شايفها كل هل هزقين في بعض بس انت عندك هذه الجزء هذه عبارة عن كلمة هيها وهي كلمة تانية بتفضل باي ديفولت الـ space الاستغلال اذا بدك تدحر اكثر من الـ delimiter اذا بدك تدحر اكثر من الـ delimiter بنفعش للـ delimiter ساعتها تعمل split را. split سواله لانه بعدين اعلم احسنت عن احسنت سباع المقاربة صاروا في خلاف من مراقبة كيف تحديد مراقبة من الطبيعي لا من رأسين في خلاف نعم لقد أعلم التكسن او الورد ولكن يطار من الراقبة أحبت من الانتجارة دعوتي لقد قمت بأسهل بمثل تكلمة جدا وجدنا تأتي تنمي تتكلمة نورماليزيش نا الأصل تتكلمة جدا ولكن تتكلمة نورماليزيش تتكلمة نورماليزيش مجموع ما تتكلمة اضطرت هنا لو ارجعنا هذه بدك تحطها زي هيك يفترض انه هو يفصلها صح ف فقيت انت بتقوله انه عملي substitute كذلك للquotation وفصلي فبتصير انه هنا بس بدك تعمله هذه واحدة بس بدك تعمله نعم ثم هنا نشوف في عندك space فبالتالي في tokenization تقدر up يعني هيك نورمال انه انت تتعمل كيف كيف ايش يعني الparagraph قبل ال split اه اه طبعا نعم نعم انه بتعمل read ال hold text وتعمله تنميت وساعتها بتقطع نعم طب لو اجيت انا سألتك سؤال نعم ايش الحرف الاكثر تكرارا عنا في العربية الالف 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 استفاد نعم في الالف الالف تما وي نعم ألوت نعم ألوت نعم ألوت أول عشر ألوت نعم يوجد نعم نعم حسنا هنا يعني عدد الأحرف يعني كتكرار لن زي هيك كيف تتوقع؟ الحرف العربية 220 وزود عليهم 130 تمام؟ وزود عليهم علامات استفهام مثل ترى أكثر حرف متكرر ساعتها ما تفعل؟ نعم نعم هل وربناτο منوط تضيب نعم 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 يتساعد يعني ان احنا ممكن ان احنا نجربه فممكن نعمل فور صحيح 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 تابعتك باليطف الاجح منجنس pueden انجاب دعونا نعمل طريقة الدكشنر لأنه لا يوجد لستة الأحرف العربي ممكن انها تعمل موجودة عندي في كيرنال ثاني بس بدي اتصال بالانترنت لان اجيبها فدعونا نعمل بأسلوب الدكشنر نقوم بالتصال بالتصال وهنا ننلف على الخاصة اضافة خاصة اضافة هذا الكلام يكون اضافة كمان مرة انت تظهر معي هنا انت عندك الجزيرة هذه عبارة عن مجموعة من هذا ناخد سترينج لكن لما انت تعملوا كاست لليست ايش بيصير معاك واخدت اول مية بالزرط وحط لك اياها بطل ما يتضحهم تحت بعض مية فعشان ايك انا عملت list عملت لها cast a list فبالتالي انه characters لانه المطلوب احنا انه عيش الحرف الاكثر تكراره طبعا هذا يعني له علاقة بالسبيش بالساوند انه انت تجي في لغة معينة بتلاقي انه كل حكي تباحهم خافي خا تمام كل بتشوف لغة تانية بتلاقي كل الحكي تباحهم شافي شا شكرا شكرا مرحي شكرا قافي قافا شكرا لا احنا بدنا تكرارات بدنا نعد تكرارات ماشي بس انه انت بدك تجيب تكرار الحرف له علاقة بتكرار الكلمة يعني مثلا كلمة او الحرف ها تمام الحرف ها باستمد التكرار تبعه لانه كلمة كذا انه مكررة كتير فبالتالي اذا انت عملت يعني اشتغلت على مستوى الست انت صار في عندك نقص في المعلومات في الcounts فبالتالي الافضل انه انت تشتغل على بالزبط فجيت هاي احنا اتفقنا بدنا نعمل of character بتساوي dictionary.get ال character zero بزاعد صح ايش عملناها كيف هذا الاختصار هذا الاختصار طيب وبعدها اتفقنا بدنا نرتب هذا الموضوع نجيب most frequent كيف نعمل صورت 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 نفتح ال list بدنا نحط و lunحط فيكا فور كاوي إن هذا اسمه و هنا حكينا ريفيرس بتساوي true و حكينا انه هاي بترجع لي list انا ايش بدي اول 10 لا اول 10 تمام المترجم تحضر ايش 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 الرا الميم النون الواو تلاحظ انه انت عندك بعد قال التعريف انت عندك حرف صوتي نعم وبعضيها الار اللي هو مفاجأة بالنسبة لي لأنه لغات اه لغات زي شرق اوروبا بتلاحظ الار كتير عندهم لكن احنا عنا مش ملاحظتش على حالنا انه هاي الشغلة كتير هذا كلام للجزيرة نعم مصر طيب احنا البيسلان تبعنا البي بي سي نشوف البي بي سي كيف الوضع طيب طيب احنا ممكن نعمل دالة زي ما كتبنا دالة فوق بس انه احنا على السريع في عجالة يعني زي هاك هاي طلع معانا هذا الكلام ايش الجزيرة هنا ممكن نعمل بي 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 سي انه 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 ممكن انه 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 الف لام يا را ممنون تا هنا تا ما فيش التا شوية قبل الأخيرة وهنا نشوف روسيا انه طولت شوية لانه طبيعي انه هي اكبر الف لام ميا را ونون ميم تا با ترامب ممكن ترامب ممكن ترامب ممكن ترامب هاي 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 اه اه بالمناسبة انا اعملت لكم اكستراكت ل ويكيبيديا جديدة ويكيبيديا كل لا فالتكست لا فالرابط سوف ترككم فبالتالي انه احنا ممكن نغير شوية من الأخبار يعني تسينف شوية يجب يجب نغير شوية يجب نغير شوية هاي ممكن نجيب الأقل سين سين الصين في بداية الكلمة والصين في نهاية الكلمة والزي والحا معقول الحا يعني أخرى سريني نعم 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 فلا نحصل على ١٢٣ نعم أين عملنا؟ على الـ RT على الـ BBC هناك أخبار أحرف إنجليزية بطبيعة الحال هناك هذه بس بالأرقام الهندية هذه النسبة المئوية يفترض أن يكون تجاهها العكس هذا يوني كود بس مش قادر يعمله رندر أنا متأكد إنه الباق هديك مختلفة عن الباق هاي لأنه إحنا لو جئنا تطلعنا هنا 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 في حركات هذه السكون وهاي لأنه نعمل نعمل فهاي يبدو إنه بامع شغلة معينة إنه عشان هيك إنه جاية أنا معي إنه تكرر تبعها واحد لا كله يوني كود حقيت الكاف هاي حتى لو أنت عملت لها سبلت يعني دليل على هذا الكلام إنه هنا شوف إنه لست ل لسترينج مكتبة تمام لاحظ إنه الكاف هادي بالصيغة هاي يفترض إنه لما يصير لها سبلت إنه تصير كاف عادية هاي بس هادي الكاف يبدو إنه جاية من شغلة فارسي أو أردو أو شغلة زيئة يعني كراكتر مختلف والباعي يمكن شغلة مختلفة إنه برضو شيء من هذا القبيل يعني كيف؟ إنه أحب المشككين أحب المشككين ه حتى؟ ها هي تارثة أحلها تارو 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 ها هي حرفين بقى انت شايف شكلها زي هيك بل في السبليت بتصير هيك فبالتالي الكاف هاي هاي جاية من يا اما فارسي او اردو موجود انت عندك انت لو اطلعت على الالفابت تبعتهم وانا مطلع عليها انو فيها شغلات زي هيك لانو انت تعال مثلا احكي مع واحد باكستاني بزعل كتير منك لما انت تحكي له باكستان الباخ خفيفة لا بيقول لك احنا باكستان يعني البي بدك بي تقيلة وانت ما عندكم مش البي تقيلة واحنا يعني في الناتف لا ما عندناش انو بي و بي من الضبط اه فبالتالي فهاي هادي برضو من نفس الاشي يعني باكستاني 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 خمسة طب انت انت تديني عشرة ايش ايش باكستاني باكستاني كمع مرة باكستاني باكستاني صحيح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة